النهاردة زي ما كنت بتكلم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان فيه حفل افتتاح مميز جداً لبطولة العالم للسلاح على استاد القاهرة الدولي وبالمناسبة بالمناسبة مصر بقت بتستضيف تقريباً كل البطولات العالمية تقريباً كل البطولات القرية تقريباً كل البطولات العربية بقت بلد فعلاً على مستوى الرياضة على مستوى كل شيء هي بلد محورية بس على مستوى الرياضة واستضافة البطولات لا عندك بطولة مصر تشيلها وتستضيفها عندك بطولة عايزها تبقى ناجحة يبقى عندك مصر عايز بطولة شكلها مبهر ومدهش تعال على مصر كل حاجة بقت حلوة كل حاجة بقت مثالية في عصور بعيدة كان بيبقى عندها دايماً تحفظات على فكرة إنه جودة التنظيم جودة الافتتاح جودة الملاعب لا 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 بقى هنا في مستوى عالمي أنا مش عايزة بالغ عشان أنت هتقول أنت بتبالغ بس حقيقي حقيقي اتفرج على بطولات من بطولات الألعاب الفردية أو الجماعية في دول أخرى كثيرة وعالمية وأسماء كبيرة في التاريخ على مستوى الرياضة هتلاقي لا لا مصر بقت في حتة تانية خالص شكده كل الاتحادات في العالم في كل الألعاب أول ما مصر تقول عايزة نظم أيها ودي المصر بسرعة دي هي اللي بتنظم كويس دي هي اللي شكلها كويس دي هي اللي أفضل دي هي الملاعب بتاعتها كويسة إنها للتلفزيوني عظيم لإخراج جميل جماهير كل حاجة أقرب للمثالية في كل البطولات وكل الألعاب مش ببالغ عشان بلدي وإن كنت يعني لو بلغت عشان بلدي فدي حاجة كويس بس أنا مش ببالغ برأي حياة تام خش كده سرش على بطولة العالم للسلاح الآخر مرة نظمت شوف من الغير معرف أنا ما شفتش روح شوف كده هتلاقي مصر لنظمة أحسن هتلاقي مصر حفلة فتاح أحسن هتلاقي مصر التنظيم والتجهيزات وكمان أهم نقطة الرغبة في النجاح الرغبة في النجاح كل اتحاد قائم بزيته اتحاد كورة اليد ينجح البطولة بتاعت كورة اليد اتحاد كرة البسكت الطايرة اتحاد المصري للسلاح كل حاجة معكيات السياسية طبعا لابترأى كل ده